أحيى مسيحي المملكة أحد الشعنين الذي يسبق أحد عيد الفصح المجيد حيث أقام جميع كنائس المملكة قدديسة وترانيمة ودورات احتفالية بهذه المناسبة المباركة رفع خلالها المصلون أقصان الزيتون وسعف النخيل والشموع مرددين الترانيمة الخاصة بهذه المناسبة تفاصيل أوفف في سياق التقرير التالي وسط أجوان من الفرح والبهجة احتفلت كافة الكنائس في المملكة الأحد الماضي بإقامة القدديسة الإلهية بمناسبة عيد الشعنين المقدس حيث عمت الفرحة كافة الرعاية المؤمنين الذين قدموا للصلاة في الكنائس المحلية على امتداد أرض الوطن وقد كانت لعدسة نورسات مشاركة مميزة في تغطية بعض الكنائس التي أحيت هذه المناسبة المباركة ففي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية ترأس سيادة المطران خرستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا إلهيا بمناسبة عيد الشعنين وفي عيضة القداس قال سيادته إن السيد المسيح يدخل اليوم أورشاليم ليبدأ درب ألامه طوعا من أجلنا لذلك دعونا نتحرر من قشور الاحتفالات بالعيد ونهيئ ذواتنا لنصلب شهواتنا وخطيانا مع المسيح ونقدم مثالا صالحا لأولادنا بتفعيل سر التوبة والاعتراف ومساهمة الأسرار المقدسة والخدم الليتورجية وفي نهاية الخدمة أقيم زياح احتفالي خارج الكنيسة بسعف النخيل عاونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنى والشمامسة بحضور حشد من المؤمنين وفي كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الشعانين ترأسه قدس الأبحن كلدان كهن الرعية بحضور جمع كبير من المؤمنين والأطفال الذين شهدوا زياح أحد الشعانين حاملين بأيديهم صعف النخيل والشموع المزينة وأخصان الزيتون التي يعتبرونها رمزا للنصر والسلام هاتفين بصوت واحد هو شعن في الأعالي مبارك الآتي بإسم الرب كما أقيم في كنيسة يحن ديلسال لفرير قداس إلهي بمناسبة عيد الشعانين ترأسه قدس الأب إبراهيم نفاع حضر القداس جمع كبير من أبناء الرعية وفي عيضة القداس تناول كاهن الرعية أبرز معاني العيد الروحية والإنسانية الذي يبشر بالخلاص والمصالحة والمحبة وفي كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الكاثوليك أم السماك أقيم بهذه المناسبة قداس إلهي إحياء لذكر دخول السيد المسيح إلى أورشاليم ترأس القداس سيادة المطران جوزيف جبارة بحضور جمع غفير من المصلين وفي عيضته دعا سيادته الله العلي القدير أن تنعم مدينة القدس وسائر ربوع الأرض المقدسة بالسلام والطمأنينة وبذات المناسبة المباركة أقيم في كنيسة مارفرام للسريان الأرثودوكس قداس إلهي احتفالا بعيد الشعانين الذي صادف قبل أسبوع واحد من الاحتفال بعيد الفصح المجيد حيث ترأس القداس قدس الأب الربان بن يمين شمعون راعي الكنيسة بحضور جمع من أبناء الرعية السريانية في المملكة وفي كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين أربد أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الشعانين ترأسه قدس الأب فراس عريضة بمساعدة الشضايق وخدام الهيكل وسط حضور كبير من المؤمنين وفي ختام القداس أقيم زياح الشعانين في ساحة الكنيسة حاملين سعف النخيل والشموع المزينة وأخصان الزيتون رمزا للنصر والفرح هاتفين بأقصان السعف والزيتون المباركة هو شعن في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب وفي إربد أيضا احتفلت كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بالقداس الاحتفالي بعيد أحد الشعانين ترأس القداس الأب غالب بواب بمساعدة خدام الهيكل وفرقة الكشافة وسط حضور كبير من المؤمنين وعقب جميع القداديس التي أقيمت في كنائس المملكة نظمت دورات الشعانين داخل الكنائس وفي ساحاتها والشوارع الملاصقة لها حيث رفع خلالها المشاركون سعف النخيل وأخصان الزيتون مرددين الصلوات والتراتيل على أنغام الفرق الكشفية الشجية ابتهاجا بالمناسبة واستعدادا للصلوات والمرسيم التي تمتد على مدار الأسبوع العظيم المقدس وصولا إلى الاحتفال بعيد الفصح المجيد وعيد القيامة السعيدة دعينا الله العلي القدير أن تبقى الأسرة الأردنية الواحدة عنوانا للوئام والسلام والاستقرار والوحدة وكل عام والجميع بألف خير